إذن مشاهدين الكرام معادلة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية منذ 30 من يونيو من عام 2013 وحتى الآن هذا ما نناقشه في هذا الحوار معنا في سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية لدراسات العليا والاستراتيجية أهلا بك سيادة اللواء معنا وذكرى 30 يونيو بالتأكيد تشكل علامة في تاريخ مصر الحديث أول ما يطرق إلى دهن عند الحديث عن ذكرى ثورة يونيو هو الأمن والاستقرار كان هذا هو الرغبة الأولى لدى الشعب المصري الذي لجأ إلى جيشه لتحقيقها كيف ترى هذه المعادلة منذ هذا التاريخ وحتى الآن؟ والحقيقة طبعا حركة مست نقطة وعنصر في المنطقة الهمية وعنصر الأمن الأمن هو الأساس الذي سيببنا عليه أي مشروعات تنمية وأي تحرك إيجابي للدولة لو بصنا للأمن نرجع خطوة قبل 30 ستة من بعد 25 ينهي 2011 بعد هذا التاريخ في 2011 الحقيقة عمدا تم الدفع بعناصر إرهابية داخل مصر والحقيقة بدأت مكافحة الإرهاب بصورة فعالية عند 2011 واستمرت القوات المسلحة الحقيقة في مكافحة الإرهاب بشكل علمي والسيطرة على الحدود في ظل وضع أمني متردي وإقليم أيضا الوضع الأمني في منتهى السوق من درش نفس الوضع الأمني في مصر عن وضع الأمني في الأقليم مع صورة 30 يونيو 2013 الحقيقة من ضمن العناصر الرئيسية وهو مكافحة الإرهاب وما ننساش خطاب لسيد الرئيس هو كان بيقول للشعب يدوني تفويد لمكافحة الإرهاب المحتمل ورغم كان الشعب مش عارف الشكل المحتمل ده في شكله الكامل حيبقى شكله إيه؟ لأن ثقة في الرئيس وفي القوات المسلحة نزلوا بعدات كبيرة وقدوا هذا التفويد للرئيس والقوات المسلحة نعم طيب هذا التفويد ما حدث بعده هو اطمئن الشعب المصري لتحقيق يعني هدفه الأول وهو الاستقرار الحفاظ على استقرار الدولة المصرية كان على الدولة المصرية تحدي كبير وواضح وهو المضي في أكتر من اتجاه في ذات الوقت مكافحة الإرهاب في سيناء في مصر كلها الضبط الأمني والبناء على الفور في عجلة التنمية هذا كان عبء كبير على الدولة المصرية في هذا الوقت كيف ترى يعني هدي الاستراتيجية في الحفاظ على الأمن والبناء والتنمية في نفس الوقت الحقيقة دي يعني احنا ما كانش عندنا الرفاهية ان احنا نكافح الإرهاب ونحقق الأمن وبعدين بعد كده نبني ونمشي في مصرات مشروعات التنمية على اختلاف أنواح لم تكن هذه الرفاهية لا لازم بالمواجهة ما كانش عندنا مثلا الرفاهية ان احنا بعد 36 عايزين مرحلة انتقالية يتم فيها انتخاب رئيس وبرلمان ودستور ما عندناش الرفاهية لتأجلها ما عندناش الرفاهية ان الناس تمحطة عالية وكان فيه أزمات من قبل 36 أزمات على اختلاف أنواحها وبالتالي ما فيهش الرفاهية ان انا امشي على التتالي مكافحة إرهاب ثم مرحلة انتقالية ثم مشروعات تنمية لازم بالمواجهة وده كان تحدي كبير جدا وفيه دول كتيرها ما قدرش تعملها فكان على مصر متوازن مع مكافحة الإرهاب ومكافحة الإرهاب بصحيح كان فيه جزء من المكافحة كبير موجود في سينة في منطقة شرق العريش لكن هو المشكلة الأكبر ان كان ضبط الحدود المصرية على الأربعة التجاهات صحيح كان من أهم العناصر لكن فيه توقيت يا فندم كان الخطر على سيناء واضح ومباشر أكتر من باقي الحدود المصرية كان هذا موجودا لكن كان هناك تركيز من الجامعات الإرهابية على سيناء تحديدا ليه التركيز على سيناء؟ لأن الإخوان كانوا حيدلهم جزء من سيناء من شرق العريش حتى خط حدود دولية علشان يرحلوا في أهلنا في غزة إلى سيناء وتنتهي المشكلة الفلسطينية ويبقى خلاص دول ترحلوا على حساب مصر وعلى حساب المشكلة الفلسطينية وكلامة قال صراحة من قيادات الإخوان لما فشل مشروع ترحيل الفلسطينيين بوسط الإخوان كان فيه مخطط أن يتم ترحيل الفلسطينيين بوسط سيطرة الجامعات الإرهابية على المنطقة دي في سيناء من شرق العريش حتى خط حدود الدولية والسيطرة الجامعات دي يتم بناء عليها ترحيل الفلسطينيين فده كان مخطط واضح لكن أنا بأكد تاني أن كان الإرهاب بنكفح على كامل أرض دول مصرية وما ننساش أبدا على حدود الغربية تم تدمير حوالي 3000 عربية دفع أربائي محملة سلاح وزخيرة ما ننساش النقطة دي ما ننساش أبدا حدودنا الجنوبية منطقة شرق المتوسط فكان النقطة المهمة جدا وهو قدرة القوات المساحة المصرية على عزل الإرهاب الموجود في المنطقة عن الموجود في مصر لا شمعتش يدخل ولا فيه إرهاب يهرب وكان هناك تحادي آخر وهو يعني وقف التمويل من الخارج صحيح يعني حتى الآن تحدث ضبطيات لمواد مخدرة ويعني كثير من الأمور التي يحاول يعني أو تحاول قوى الشرق من الخارج ادخالها عبر سيناء كان هذا يعني جانب آخر من سيناء ومن الحدود الغربية المخدرات والإرهاب كانوا مصارين ماشيين مع بعض لأنه هو بيدخل مخدرات الحقيقة طبعا عارفين المخدرات بتعمل إيه في الشباب لكن أيضا المخدرات دي لما بتتبع بياخد في لوسها مصدر التمويل وكان الحقيقة أنا عايز أقول للتجربة المهمة يمكن أهم من أهم العناصر فيها وهي أنها تجربة قانونية ما ننساش أبدا القانون المهم القانون 94 سنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب لتعمل عشان كده القوات المسلحة والشرطة كانوا بيتحركوا تحت مظلة قانونية وكان اسمهم قوات إنفاذ القانون طيب ما الفرق يا أفندم بين قوات إنفاذ القانون وفقا للتعديلات على هذا القانون عن السابق القوات المسلحة والشرطة كانت بيتحركت حتى مظلة قانونية نعم وهو القانون ده وصف الإرهاب من هو الإرهابي ما أنه لما أجا ضرب ما فيه دول بتضرب كانوا في أفغانستان بعض الدول بتضرب بتلاقي تجمعات فبتضربها يطلع جزء من الإرهابيين وجزء مش هربية في بعض الأموال بتخش جزء منها مش خاص بالإرهاب وجزء خاص بتحويلات ما عندك برضا استثمارات وناس بتحول فلوسها إذن القانون ده بيوصف من الإرهابي والمعلومات تدولها شكله إيه بين الإرهابين وبعضهم والأموال وهكذا وتوصيف تغير جدا يتمشع مع المعاري العالمية وحتى القانون ده في دباجة القانون مكتوب في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب كمان فبالتالي أصبح الشكل القانوني هو المهم لتحرك تحته وتحت مزالات القوات وإلا ممكن المجتمع الدولي يقولك أنتوا بتتجاوزوا وبالتالي يحصل بعد دولي لهذه القوات محكمة العدل الدولية وهكذا أو محكمة الجنالية الدولية ده نقطة مهمة جدا يعني كانت هذه مظلة قانونية ضرورية للحفاظ على القانون وأيضا أنا كمظلة قانونية بتحرك تحتها من ساق الأمم المتحدة ما ننسوش أننا ضربنا الإرهاب في ريبيا اللي كان بيخطط ضدنا تحت ما ظلت مساق الأمم المتحدة الفصل السابع المادة 51 دي بتجزلي أن أنا أضرب الإرهاب في المكان والزمان اللي أنا شايفه طالما بيخطط ضديه معه الوسائق اللي بتقول الكلام ده فعشان كده كان البعد القانوني واضح جدا وهو تجربة سرية جدا موجودة للقوات المسلحة المصرية والشرطة كده ما حدش قدر يفتح بقه من أي دولة ضدنا وتاخد الموضوع في اتجاه أخر على العكس يعني كان هناك مقولة شهيرة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم صحيح لأن أنا كان عندي إرهاب بيتم الزمان عشان كده قلت حدثك إرهاب جاي من الشمال الشرقي وجاي من المنطقة الغربية 3000 عربية نشوف العربية سعرها كام والتحميل الزكيرة سعره كام والشراء الولئات السيئينها شكله عدده قد إيه كل دي فلوس ضخمة فالسيطرة على الحدود كانت يعني من أهم العناصر أن أنا أعز الإرهاب الموجود برا عن الإرهاب الموجود جوه وانجحنا أن نتخلص من الإرهاب اللي جوه فكان البعد القانوني بوعد حاسم جدا ومحترم ومحترف أيضا كان البعد العملياتي بالتنسيق مع الشرطة بوعد مهم جدا وأيضا البعد الإنساني وأنا بكفح الإرهاب كان فيه بعض المناطق كنت أنا بعمل فيها حظر تجول وكده بيتم إمداد هذه المناطق بالمواد الغذائية والرعاية الطبية وكل ما يحتاجونه فدي أنا شاف أن كانت تجربة مهمة ونجحة أختيتنا بالعملية السيناء 2018 وده اللي بيخلي دول العالم تيجي تتعمل معنا تدريبات مشتركة لتعرف على التدريبات الناجحة بالضبط كده ممكن أهمها تدريبات مشتركة مع جميع دول العالم بالضبط كده ممكن أهمها تدريب النجم الساطع يعني لأول مرة في تدريب النجم الساطع يشترك في الشتوطة المصرية لأنها دخلة كعنصر فاعل مع القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وده كانت تجربة الحقيقة جديدة على العالم كله في دول قاعدت سنين طويلة وما قدرتش تنجح في مكافحة الإرهاب صحيح ومصر يعني انتهجت استراتيجية يعني أخرى وموازية وهي تنويع مصادر تسلحة بتوازم هذه التدريبات العسلية المشتركة صحيح هذا كان مهم أيضا يعني قاصة في ظل التحديات والتغيرات التي نرى في العالم يوميا حركة لمست نقطة مهمة وهو طبعا تسليح الجيش المصري من ضمن الأهداف اللي كانت موجودة بعد ثورة 36 تحديث منظومات التسليح في الجيش المصري وده كانت نقطة مهمة والتسليح الحقيقة غير ان هو طبعا تنوع المصادر عشان مفيش دولة تضغط علي ان انا قدرت اجيب منظومات تسليح حديثة مدخلتش المنطقة قبل كده زي حاملات المروحيات المسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات دي مدخلتش المنطقة ومحدش الحقيقة اعترض النقطة التانية التسليح كان فيه نقطة مهمة قوي وامتلاك قدرات تمكن من العمل خارج الحدود لمسافات كبيرة والأزمنة طويلة لأن جزء من الإرهاب خارج الحدود وفيه جزء من الإمكانيات الدولة الاقتصادية عالية القيمة خارج الحدود زي حقول البترول والغاز وخطوط الملاحة البحرية فانا عايز يبقى عندي قدرات التسليح تخليني أخرج برة حدود الدولة لمسافات كبيرة تأمين قناة السلسية يبدأ من باب المندم شرق المتواصد بالكامل ضرب الإرهاب في أي مكان موجود في المنطقة حولي النقطة المهمة في نظمات التسليح أنه دخل الخدمة الفعلية العملياتية في وقت قصير والتصنيح أيضا كان مهم ده مصار متوازي مع التسليح لأننا قدرت أننا أحيي صناعة التسليح التصنيح العسكري في مصر مرة أخرى ما نساش على سبيل المثال ولايس الحصر ترسانة الإسكندرية البحرية اشترينا أو تعقدنا على أربع فرقطات جو ويند من فرنسا اشترينا واحدة وتصنعت ثلاثة ودي من القطعة العسكرية البحرية اللي فيها تكنولوجيا عالة جدا كوني الشركات المصنعة تسمح لي بهذا التصديق ده نقطة مهمة إضافة إلى تسليح آخر في مجالات متعددة عشان اختصروا ييجي في صورة واضحة جدا في معرض إيدكس 2018 وما بعده حتى 2023 والحقيقة إيدكس 2018 تعرض عليه تعرض في التسليح المصري وخد أحسن معرض في تسليح العالمي من شركة إنجليزية بتصنف المعارض أحسن معرض في الإدارة والعرض لـ 2018 وكان فيه نسختين بعد كده انتقف في 2023 السلاح المصري كان جنبا إلى جنب تسليح العالمي كان هناك حرص يعني تحديدا يعني يا حضرتك ذكرت النقطة لفتا لأن معرض إيدكس عاما بعد عام كان يعني يتطور في عدد دول التي تكون حريصة تكبر على التواجد فيه يعني وكمان عدد الزوار يعني هو على مصر متوازي هو بسماش معرض سلاح لكن هو كان بيعقد فيه مؤتمرات ما بين قادة عسكرين وكبار الخبرات الموجودة في العالم كله على هامش هذا المعرض منقشة موضوعات مهمة جدا خاصة به التسليح والوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والحرب غير التقليدية وكل الموضوعات الأخرى فكان هو منتدى الحقيق عسكري راقي إضافة لأنه معرض معرض سلاح أنا شاف أنه هو الاستفادة من الخبرة المصرية كانت الحقيقة كويسة جدا وعملنا تدريباً مشتركة مع دول أفريقية ناللهم خبرتنا مع دول عربية أنا شاف أن النقطة دي نقل الخبرات للدول الشقيقة والصديقة كان الحقيقة ضرورة عشان يكفخوا على أرضهم وهم برضو كانوا الحقيقة ضرورة بالنسبة لهم الاستفادة من الخبرة المصرية في المكافحة تأثير من الخبرة المصرية